ليبيا لنا يعتبر لنا فيها حتى زي الأهل والله في ناس زينا وهم عاقلوننا عاقلوننا ناس احنا والله من فرق في الديانة وما تبصوش على الجماعة المطرفين دانتوا أهلنا وحنا بجوزين من مصر ومصر بجوزة من بنغازي وحنا المصرين من عمر المقدان نستغنى عنهم لأنه هم اللي عزرعوننا وهم اللي عغاملوننا كل حاجة هم اللي عصبوننا وهم أي شغل عندنا غامل به مصر إنما دولهم أنصار الشريعة طبعا دولهم هم اللي عزرعوني يقتلوا عشان يتجربوا من الله لما يقتلوا النصراني يجربوا من الله هم نفسهم كانوا عزبوا وفي لطيفة أخويي ويقولوا له إحنا لما ياضبحوك هتجربنا لله شوف لما واحد طب بنته هو مسكين شخص يقفوا ستة ناس يقعد على رجله ونس يفتح يديه واحد يقعد على يديه وواحد يقعد على اليد دية وواحد يقعد على اليد دية ويمسكوا له الكرسير والمطار يقول والله لا تباحنا والتاني يقول بس يسحبوا بعيد عين عشان ما ينجسش المكان ويفرشوا له حية تحت راسه عشان الدم بتاعه هينجس المكان لو نزل فيه هينجسه ملاك المسيح اللي كان شماس في كنيسة بنغازة مسكين كنوات زي الصورة كان شكله حلو جميل لو شفتوا دلوقيت من تعذبات الكهرباء والبهدل اللي تبهدله وشه زي الموس وأسود من تعذبات الكهرباء والضرب والجروح اللي تبهدله دلوقيت وشه كله ترجع أسود ببيض بجأ الوال ومسكينة خطف وشه كد كد لو شفتوا العزبات اللي بصيتوا فيه والله لا تعيقوا عليه من اللي حصل فيه عشان هو مسيح وعشان دق على ايده صليم ومش عايزة جول العزبات اللي تعذبها أبونا بولي برضو التاني تفرش تحت رأسه مشمع أبيض عشان دمه نعم هم عشة تفرش لا زي بعض وأنا آسف لكن هقولي تفرش تحت رأسه مشمع أبيض علشان ما ينجي الدم بتاعه ما ينجسش المكان اللي هنزل عليه وإتضرب وتهان وبالعصر وده يتلقاه يتضرب ويجر من ده يتلقاه ده ويتضرب ويجر من ده يتلقاه ده رجل كاهن زي كده هو ماسك كنيسة وقال كده تولع في الكنيسة هبلي ده كله